بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم يعتاما في مادة الحاسوب البريد الالكتروني. البريد الالكتروني هو مادة سهلة سلسلة بالنسبة لها لانه اغلب تعاملاتكو بتكون عبارة عن روابط عن طريق البريد الالكتروني او عبر الانترنت سمت عرفنا في الوحدة الموجودة عنا حاليا بين ايدينا. لما احنا منيجي منحكي البريد الالكتروني معنى انا عم بحكي عن وسيلة التناقل عنا الرسائل وتبادلها. زمان كانوا الناس شو يستخدموا يستخدموا الحمام الزاجل في ارسال الرسائل بتقعد ان الهترة الرسالة مدة طويلة وممكن متوصلش ناسها. بعدها بلاش يتطوروا وصاروا عنا في البريد العادي. هو عبارة عن مغلفات يتم عنا عليها وضع طابع بريدي ووضع عنا اسم المرسل والمرسل اليه ومعلومات شخصية مع رقم الهاتف مع المعلومات مكان السكن مع عدة معلومات. الناس مع التطور الموجود عنا انشعوا عنا البريد الالكتروني عشان له عدة مزايا راح نتعرف عليها. بس بالاول نيجي نتعرف عنا على مفهوم البريد الالكتروني. هو وسيلة سريعة لتبادل الرسائل بين مستخدمي الانترنت ويكون لكل مستخدم عنوان خاص به معناته انا بالبريد الالكتروني لازم يكون لكل شخص فينا اسم مستخدم او عنوان خاص به عشان من خلاله اقدر ارسل الرسائل. وعشان نعرف البريد الالكتروني راح نتعرف احنا طبعا على خطوات فتحه راح نتعرف عنا على مزايا راح نتعرف عنا كل الامور اللي بتطلع احنا في البريد الالكتروني. منلاحظ يكون لكل مستخدم عنوان خاص به ترسل اليه الرسائل ويقرأها حين يستطلع عنا المستخدم بريده. ولكن البريد الالكتروني بيكون عنا انواع. في بريد الكتروني اللي هو هذة بيكون احنا بيستخدمه كلياتنا بشكل عام. اللي هو ممكن يكون عالجوجل عالجيميل. وممكن يكون عنا بريد الكتروني خاص بشركة معينة بسير التراسل فيها من خلال النظام الداخلي للبنك. اللي هو بكون احنا منعتبره زي النظام البنوك. النظام البنوك بيكون لكل شخص بيهم بريد الكتروني مجرد ما يدخل عنا البنك ويفعل اليوزر نيم او البصمة تبعته بيصير هو يستخدمه. اما بنهاية دوامه بتم اقفاله كامل حتى لما بيكون هو اساسا معطل بتم اغلاقه بشكل كامل غير متداول انه يتعامل فيه. اما بالنسبة للبريد الالكتروني اللي احنا متعامل فيه خاص بيكون عام ممكن احنا ندخله عنا في اي وقت وممكن اي شخص يقوم عنا بالدخول عليه. منيجي نطلع على مازايا البريد الالكتروني. حكينا بالاول انه البريد الالكتروني القديم عفوا البريد القديم او البريد العادي بيعمل عنا على نقل الرسائل ولكن بطريقة بطيئة ومكلفة بالنسبة لنا. فمزايا البريد الالكتروني زي ما احنا شايفين قدامنا سرعة وقلة التكلفة لانه بكون انا شابكة انترنت مدام موجود عندي الانترنت بكون امور سهلة بارسال الرسال الالكترونية. ارسال الرسال لأكثر من شخص او مجموعة في نفس الوقت. لما احنا بنرسل عنا بطاقة معايدة ممكن انا عن طريق البريد الالكتروني اقدر ارسلها لأكثر من شخص نفس الرسالة اقدر احولها لأكثر من شخص بس بضغيب حوم عنا على القائمة. يمكن من خلال ارسال الصور والصوت ومرفقات الرسائل معناته انا بقدر من خلاله البريد الالكتروني ارسل صورة ارسل صوت اغنية مقاطع فيديو اي اشي انا بيخطر في بالي ممكن ارسل عنا عن طريق عنا البريد الالكتروني عشان هيك هو تميز بسهولة استخدامه و قدرته عنا على التواصل مع الناس بطريقة اكثر راحة. بنجي بعدها هم نتعرف على المواقع اللي بقدم عنا خدمات البريد الالكتروني مجاني. عنا اول شي الهوتميل الجيميل والياهو. هدول مواقع بالنسبة لانه بتكون الكترونية مجانية. بنجي متعرف اجزاء البريد الالكتروني. اول اشي عنا اسم المستخدم اللي هو يوزر نيم. رمز الات ملاحظين. احنا بنعرف كلياتنا دابل يو دابل يو دابل يو هو رمز موقع عنا الانترنت او دخول عنا الى صفحة الموقع او صالة المتصفح للانترنت. اما رمز الات زي ما احنا شايرين عليه هون. اللي هو موجود عنا بيكون بالشكل هادية لها تامن. اللي هو رمز الات ورمز عنا البريد الالكتروني. بعد هيك عنا اسم الموقع اللي بيزودنا بالخدمة البريد الالكتروني زي ما احنا شايفين اعطينا مثال عليه. ممكن احنا ناخده يوزر نيم. اد جيميل دوت كوم. احنا نحطينا بدل يوزر نيم. حاطينا اسم محمد اتنين وعشرين اد جيميل. دوت كوم. بنيجي بعدي هم نطلع عنا على نشاء عنوان بريد الالكتروني. هلا انا طالف الصف الثامن. ممكن يكون عندي بريد الالكتروني بس بدي انشئ واحد عنا عن طريق الياهو شو بنعمل اول شي بنسوي الدخول على موقع الياهو فتت على www.yaho.com بنقر عنا على شكل الرسالة اول ما بتفتح عندي الصفحة بتلاقي عندي موقع بعطيني اليوزر نيم والباسورد وانشاء حساب جديد زي ما احنا شايفين انقر على حساب الرابط للحصول على حساب جديد بنطلع زي ما احنا شايفين عنا هون هاي زي ما حكينا تسجيل الدخول بكون عندي يوزر نيم هاضل الاشخاص لأساسا بالاساس لهم يوزر نيم وباسورد اما للشخص الجديد بنطلع عنا هون احنا هون حساب جديد عنا على الياهو مجرد ما نقرت انا عليه تطلع معاي الصفحة الموجودة عنا حاليا بدخل الاسم الاول البيانات الشخصية بشكل عام لنا وممكن ادخل كلمة السر اللي هي انا بدأ اعتمدها بنطلع لكتابة البيانات الشخصية بعدين بنحدد اليوزر نيم بعدين بنحدد عنا الباسورد او لكلمة المرور ويفضل دايما كلمة المرور تكون خليط ما بين الارقام وما بين الحروف عشان صعب انه حدا يفوت يفترخها او يستخدمها بشكل تاني ميشي بتطلع عنا بعد ما عملنا العملية اللي احنا عملناها دخلنا الاسم الاول واسم الاخير ودخلنا كلمة المرور بعب بنموذج عنا الاشتراك بعض ضغط عنا على كلمة انشاء الحساب في نهاية النموذج بيكون في عندي كلمة انشاء حساب وبعضيها بيعطيني رمز تحقق اللي هي ممكن تكون جي دابلو اتش واي بتكون هيك شكلها زي صورة مايلة بكتبها كمان مرة وبأكد على انه تم ارسال الحساب وارسال الرمز بتظهر عنا الصفحة الرئيسية للبريد الالكتروني زي ما انتو شايفينها عنا هذي اول صفحة ممكن تكون عنا بتحتوي الصفحة الرئيسية عنا اشي عدة اشياء منها الامبوكس اللي هو رسائل ممكن تكون عنا بتحتوي عنا على التاتش اللي هي عملية ارسال الرسائل او المرفقات اللي بتكون موجودة عنا بتحتوي عنا على سنت على ارسال الرسائل الموجودة داخلها بنيجي منتطلع بعديها هلا التعامل مع رسائل البريد الالكتروني اول اشي عنا خطوات فتح رسالة ورده اول ما بفتح البريد الالكتروني بصير عندي عبارة عبارة ترحيبية من الموقع المجاني نفسه مقليا هو يبعث لي عبارة تربحية انا بدي افتح ترحيبية بدي افتحها عشان اشوف هاي المحتوى اللي جواها شو باعمال على كلمة ام بوكس زي ما احنا شوفنا قبل شووي بننقر على بنلاقي عنا زي مغلط الرسالة الابيض مسكر معناته هذي لسه مش مقروئة بالنسبة للمفتوحة بتكون كأنها او ان احنا قمنا بقراءتها تظهر الرسائل الواردة على شكل قائمة معنونة باسم المرسل وموضوع الرسالة ووقت ارسالها كاني بحكي لك معلومات الرسائل اسمها اسم المرسل موضوع الرسالة ووقت الارسال هذي كلها تبكون موجود عنا على الخارج هلا اذي انا ما بدي افتحها بروح مجرد ما حطت شك جواها صح على المربع لجنب الرسالة او جنب شكل المغلف بعملها عملية حدف اللي هي بصير عنا دليت بنيجي خطوات انشاء رسالة جديدة بنطلع عنا هون على كلمة كومبوز شايفينها عنا هون مباشرة من نروح بنعمل اداة كومبوز لتفتح نافذة رسالة جديدة بتي ارسل رسالة جديدة شايفين عنا عن الانبوكس عن سنت بنيجي عن تو بنرسل عنا ادخال الانوان البريدي الخاص بالشخص اللي انا بدي ابعط له الرسالة السبجيكت عنا معناها موضوع الرسالة بنيجي بنطلع موضوع الرسالة بكتبه تحتيها مباشرة بنلاحظ ان اللي انا بدي ارفق له اداة ارفاق الملفات اللي هي التاتش فايل اذا انا بدي ارفق له صوت صورة احنا هسا رح نحكي عنها لقدام شوي مع باقي الشرائح الموجودة عنا بنيجي بنطلع عشان انا ارفق ملف نص صورة صوت لقطات فيديو شو بننا نعمل بنروح على التاتش زي ما احنا شايفين هاي ها انقر على اداة ارفاق الملفات التاتش فايلز بنروح على كلمة براوس زي ما بنظهر عنا بالشكل المرافق الموجود عنا هلا بنروح بنظهر عنا كلمة براوس بعد براوس عنا يا تامن بطلع عنا هلا اتاتش براوس فايل معنات وانا بدي اختار الملف من وين بدي اختاره من مكان ما انا خزنته عندي على جهاز الحاسوب اليوزر اللي هو انا المستخدم وين حطيته بدروح ادور عليه واكتب الامتدال زي ما احنا رح نشوف بالاشكال التالية هلا احنا كنا نخزينه بملاف رحت اخترته اسمه اسامة اوبي مباشرة بعديها رحت عمت له اضافه لبراوس نفسها نضافت فيها فايل نمبر ون اذا انا بدي اضيف اكتر من فايل بس لعندي فايل وان تو ثري لحد اتوقع ان الخامس بيكون موجود عنا هلا انقر على التاتش فايل بنلاحظ انه احنا عنا هون ظهروا عنا على التاتش فايل اسم الملفات اللي عملت لهم انا عملية الاضافة الموجودة عنا بعد هيك عنا من الرد على الرسالة الموجودة اول اشي بنفتح الرسالة اللي بتريدي الرد عليها نفتحها احنا بالشكل اللي احنا بدنا اياه زي ما احنا شايفين عنا هون بتكون بعديها انقض على اداة ريبلاي او عنا الرسالة الاصلية عنا ر اي والدي العزيز اللي هي موجودة عنا السبجيكتها ادخلي الرد المطلوب زي ما احنا شايفين عنا في المكان المخصص عنا بننقر عنا على اداة الارسال اللي هي بتكون عنا سند من فوق زي ما انتو شايفينها عنا هنا بتكون هي عبارة عن كلمة سند المطلوبة لدينا نجي بعديها بنحكي عرض توجيه الرسالة انا بدى اوجه رسالة كمان مرة افتح الرسالة لتريد اعادة توجيهها انقر عنا على اعادة فورورد جي ما انتو شايفين طريق اعادة Organiswall mittlerweile Air Replay اعادة اعادة اعل dispatch énatural الى احد توجيه رسالة فورورد الشكل اللي بيظهر عناه بالدخل لدينا عنوان البريد الخاص بالشخص الذين تريد اعادة توجيه الانفكا بحقق ثم نقوم بالتعليق على المحتوى ثم ننقر على إرسال يعطيكم العافية طلاب الأعزاء نتمنى منكم تكونوا تحلوا صفحة 75 من الكتاب مع تمنيات للجميع بالتوفيق يعطيكم العافية